ترجمة نانسي قنقر في حالة تتبعنا؟ بيساعد صح بيساعد فرح نعرف أكيد أوفة من المعلومات عندك هلأ أهم شي نعرف العوامل يلي ممكن تساعد لتطور هيدا المرض العوامل الغذائية طبعا من أهم الأشياء هي إذا بدك نعمل ترقلج للسكر بالدم خلال النهار ممارسة الرياضة بانتزام ممارسة الرياضة الذهنية كمان هيدا كمان إلا علاقة شوي بالتغذية هلأ يعني مثل القراءة مثل تناول كل الفيتامينز والمعادن يلي بتساعد الخلية مشان أنه تتطور وتضل بصحة منيحة مثل البي فيتامينز وهلأ بنحكي شو بشو موجودين هو للفيتامينز برضو كمان كتير ضروري نحكي عن النوم والضغط النفسي والمأكلات يلي بتساعد للنوم الأحسن لتحسن النوم والمأكلات يلي بتساعد لتخفيف الهرمونات يلي بتعلى خلال الضغط النفسي فنحنا بدنا نتناول أكل أو طعام بيخلي نعمل كنترول أكتر على هذه الهرمونات جميل يعني أنا كل ما بتذكر على موضوع الزهامة طبعا تحية للفنان الكبيرة صباح اللي ما شاء الله عليها اللهم لاحظت عندها ذاكرة رائعة على درجة تذكر يعني حتى أسماء مدرساتها أيام المدرسة وأنا ما أذكر يعني المدرسين يمكن فهذا شي ممتاز وهي دائما بتقول إنه هي بتنام كويس وما بتفكر بموضوع إنه فلان عمله فلان سوى لا بتكون متصالحة وبتحافظ على وزن صحي إذا بتلاحظه خلال كل حياتها فهيدا المثال الأكبر إنه الوزن الصحي وقت اللي منحافظ عليه خلال حياتنا هلأ منزيد كيلو مننقص كيلو مش مشكل بس زيادة الوزن المفرطة ونقصان الوزن الكتير وقت اللي نحنا عم نلعب كتير بوزننا هيدا الشي كمانا ما بيساعد مشان مشان إذا بدك البريفنشن طبع مرض الألزايمر من الأشياء الأساسية كتير بغذائنا مشان نكافح هيدا المرض هي إنه نتناول مأكولات غنية بالفيتامين بي المتواجدة عادة باللحوم بالأسماك وبالحبوب تاني شغلة أساسية كمانا كل شي بيت فيه مضادات الأكسيدي المضادات الأكسيدي اللي هي إذا بدك البريز أو كل شي مثل الفراولة أو الكرامبري أو إلى العائلة الحمرة صح العائلة الحمرة في دراسة كتير جديدة أثبتت إنه الريجي الدايت أو الحمية الغذائية تبع البحر المتوسط المديترانيون يلي هي فيها أسماك كتير فيها زيت زيتون كتير فيها زيتون قليل الملح وفيها اللوز والمكسرات النية يلي هني كمان ألوندور كتير أساسي من أحسن الحميات الغذائية لمكافحة هذا المرض والأمراض بالإجمال كمانا نسمع عن السمك وزيت السمك إنه مفيد للذاكرة إذا منتكلم كمان تينا على موضوع الفاتور وهو كأهم وجبة وكمان إنتي ذكرت أيضا موضوع السكر وفي الجسم إيش أهم المواد اللي ممكن نركز عليها في وجبة الإفطار وجبة الإفطار مثل ما قلت ضرورية كتير مشان نضل مراجل جين على نسبة السكر بالدم خلال النهار وكتير ضروري إنه نمزج خلال الصباح مصدر بروتيني مع مصدر نشويات النشويات الصحية طبعا يعني عم نحكي على الخبز الكامل الأمحة الكاملة عم نحكي على الشوفين أو السيريالز يلي فيهن نسبة قليافة عالية بنخلطها مع مصدر حليب برضو كمان الحليب الخالي من الدسم أو القليل الدسم بيساعد كتير مع جبنة أو لبنة قليلة الدسم هؤلاء الأشياء وقتنا نمزجه نسوا عم نعمل كنترول أكتر على الشهية وعلى نسبة السكر بالدم خلال النهار ذكرت نقطة كمان مهمة موضوع الأرق أو النوم إنه اللي بينام طبعا سبحان الله كيف خلايا المخ بتتغذى أثناء النوم وأيضا بتعاني في وقت الأرق هل في مثلا أغذية معينة كمان ممكن تساعد على النوم ونوع مريح ومتواصل صح هلأ نحن بنعرف إنه مادة الميلاتونين بالجسم هي بتخلي بتسهل النوم إذا بديك أو بتساعد الواحد إنه ينام لمادة أطول وبنوعية أحسن المأكلات اللي بتحتوي على هيدا المادة كثير من أهم إذا بديك عندك الدرة اللي هو بيحتوي على مادة الميلاتونين عندك اللوز اللوز مصدر كتير كتير أساسي للميلاتونين عنديك برضو السيدز أو البذور مثل بذر الكتين أو بذر دوار الشمس وهو المأكلات اللي بتساعد لنوم أحسن عنديك الموز والبندورة برضو كمانا بيساعده والخس اللي ممكن نركز عليه قبل النوم عطي واجبة العشاء نعم وضروري قبل النوم ناخد واجبة كمانا مخلوطة بين بروتينات ونشويات مش فقط بروتينات لأن البروتينات واحدة صوب الليل ممكن تقلق فبننا ناخد واجبة فيها مزيج من اتنين مشين برضو نساعد نعلي نسب مواد تانية برضو بتساعد لنوم اخصاصية تغذية تينا شوير يعطيك ألف عافية شكرا على نصائحك ووجبة الفطور مشاهدينا اللي ما فطوروا للحين يحاولوا أنه يقنعوا حالهم ويفطوروا تكون وجبة أكيدة غنية بس علشان نأخر شوي موضوع الزهي وإن شاء الله ما نصاب فيه شكرا ترجمة نانسي قنقر